أهلا بكم من جديد أكد عضو لجنة الزراعة النيابية منصور البعاجي أن لجنته ستعمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومجلس الوزراء على تعويض المزارعين وأصحاب البساتين والحقول الذين تضرروا جراء الأمطار والسيول التي اشتاحت البلاد مؤخرا البعاجي قال في بيان له إن أي مزارع تضرر جراء الأمطار والسيول من حقه الطبيعي على الدولة أن تعويضه وإننا في لجنة الزراعة النيابية سنعمل بالتنسيق مع الحكومة على تعويض المزارعين كون أن هذا الأمر يندرج من ضمن الكوارث الطبيعية ولا بد من تعويض المتضررين من المزارعين بأسرع وقت